موسيقى صبحكم بالخير اليوم الخميس 11 اكتوبر 21 اليوم الامر بعده مرافقنا لليوم التاني على التوالي من برش العقرب المائي اجواء بعدها حلوة بترافق الابراج المائي كيف رح بيكون هنهار منبلش مع برش الحمل بالنسبة لقلك مولو برش الحمل الامور شوي عم تتحسن تحس حالك انه ماشي حالك شوي مقلع اكتر تعبت شوي بمطلع الاسبوع لكن هلأ بلش الامور نوعا ما تمشي او تبين على القليلة لكن كتير من مولو برش الحمل عندهم تدقيق ومتابعة لملف لورقة يمكن لعقد عم يشتغلوا عليه فتابعوا هالامور وما تهملوها وتيبعوها مع اشخاص بيفهموا بهالموضوع مش انتو اذا ما بتعرفوا فيها قالوا فرحظا 13 14 و 15 نيسان ابريل بنتقيل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور مت مشكلة لانه المشكل اليوم بالنسبة لقلك سهل هلأ الشخص الاخر الطرف المقبيلك انه يا دغرب بيدخل معك بالمشكل وبتولع يا اما بيحاول انه هو يخفف الوضع فبيبق عليك مولو برش الثور انه انت تتفيدى اصلا الدخول والوصول الى هيك مرحلة الأجواء شوي متقلبة فيه تعب فيه مواجهة يمكن شخص ما بيتأبل فكرتك او الطرح اللي انت عم بتقدمه بيشغلك او بيدرسك بعد عن الخلفات والمواجهات بشكل خاص تسعتاش عشرين واحد وعشرين نيسان أبريل كمل مع برش الشوزاء بالنسبة لبرش الشوزاء الجو عندك اليوم بيطلب منك انك تضلك عم بتتابع الشغل تضلك ماشي مثل ما لازم من دون ما تضيع وقت من دون ما تشتت افكارك وبعتقد اليوم منه نهار بشتت الافكار لانه عارف حالك انه عينك على الساعة على جدوى الاعمال في امور لازم تخلصها فيركز عيها الامور ونصيحة من هلأ لبكرة الظهر حاول انه كل الامور الصعبة تكون مخلصة لانه بكرة بعد الظهر تتغير الاجواء الاكثر حظة 7-8-9 حزيران يونيو كمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان اليوم نهار بيساعدك لحتى تجلس بعض الامور تسويها تركزها تحلها يبدو كأنه بهذا نهار حتى ولو ركادت وركادت طول النهار وتعبت لكن قبل ما يخلص النهار رح تحس حالك انه انجزت الكثير الكثير وبيلك متطمن هناك ايضا اخبار حلوة بتطمن لك بيلك على احبائك او على مسألة شخصية على اكثر حظان 15-16-17 تموز يوليو كمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد حلو التفاهم حلو التقارب في وجهة النظر خاصة مع اشخاص اصحاب رفقات بالمدرسة او حتى بالبيت او جيرانك الجو اليوم شوي مزاجي عند مولود برش الأسد ما رح قول الجو مكهرب لانه ما في هالقد هو السبب فيك انت يعني فيك انت بمعنى انه العلاقة فيك انت ببيتك بحدا بيقربك في بعض القصص اللي عم بينحكا فيها مش بالضرورة تكون سلبية فقط تحاول انه تحصر هالتوتر او تخفيه لانه ما فيه له داعي على الاطلاق يلي عنده ظرف ايجابي او سلبي وعلى ارجح له علاقة بمسألة شخصية هو 25-26 تموز يوليو كمل مع برش العذراء بالنسبة لبرش العذراء انهار بيخليك تكون انت المبدع انت الشخص الانشط الاذكى والشخص المبتكر اليوم مولو برش العذراء بتلقطع على الطاير على الطاير بتسبق غيرك انت منافس قوي جدا اولادكم بالمدرسة انتو بيشغلكون ست البيت يلي ما بيشتغل حتى عاطل عن العمل اليوم يبدو وكأنه الطاقة من حولكم نشيطة جدا 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 وبتقدم لكم فرص تقدروا تلقطع على الطاير 24-28 اب اغسطس بلس 12-13 ايلول سبتمبر بعدن الاكثر حظا بنتقل لا برش الميزان مولو برش الميزان حلوة تستثمر او توظف طاقاتك وخبراتك ومؤهلاتك بشيء مفيد للك اتذكر اذا عم بتابعني انه نحن حكينا عن صفحة حلوة كتير الصفحة فصل جديد بتبلشه هلأ عم بتبلشه بسنة 2018 ومرة بالسنة في عندك هايدي المجال لتبلش شي جديد فحاول انك توظف كل طاقاتك بشيء جدير باهتمامك وبوقتك وبمواهبك كل شخص عنده مواهب كل شخص عنده طاقات كل شخص بيوجه الطاقات باتجاه معين فحاول مولود برش الميزان انه هالطاقات اللي عندك كيها واكيد كتيري اتوجهها لخلق شيء جديد لبدء شيء جديد وفيك تنهي شيء هايدي بحد ذاتها بداية لشيء جديد الانشط 2-5 اكتوبر بنتقل لبرش العقرب مولود برش العقرب انهار لانه الامر ببرشك هو مؤشر لبدء شيء هو اشارة خضرة دايما الامر ببرشنا عندنا 13 مجال فرصة بالسنة لحتى نبلش شيء انطلاقه لشيء يمكن وضوح في الرؤية في اشخاص كنوا عاديين ناطرين سني سألو ناطرين ناطرين لا تفتح معن او يبلشوا بشيء يردوا عليهم خبر فعلى الارجح انت موجود بهايدي فترة من هالفترات هي 13 فرصة بالسنة فانت موجود بهيك فترة لتبلش شيء لتنطلق بشيء ضوء اخضر صفارا طلقت فبالتالي فيك ضرورة تواكب هالشيء الجديد وانت كل شخص بيعرف شو هو الشيء جديد اللي بديوا يبلشوا في تطور في تسوية وفي خبر بيعطيك ضوء اخضر الاكثر حفظا 1 ل 4 نوفمبر واكيد 15 ل 17 نوفمبر كمل مع برش القوس بالنسبة لبرش القوس حال الوقت لحتى تقول لهم لا انا اليوم ما بدي او اليوم ما رح عطيكم جواب بدي انطر فيك تنطر لبكرة بعد الظهر او السابت والاحد اللي هني يومين كتير حلوين لألك اذا مولو برش القوس اليوم النهار هو تريث ترقب مراقبة ليش لا منشتغل على اعمال المؤخرين فيها منجرب لحتى نرجع تأبديت لنوصل لاذا كنا مؤخرين لنعود عن تأخير فائت لكن هيدا نهار ما بيسمح لك انك تقرر تشيل وتحط وتعطي قرارات نهائية حاسمة لانه بتندم بتبقى المواليد الأكثر تعباً هي مواليد ديسمبر مكمل مع برش الشادي بالنسبة لبرش الشادي نصيحة ما تنطر لبكرة بعد الظهر ولا للويك أند يوم نهار نوعاً ما بيحط إيده بإيدك هيدا نهار نوعاً ما بيطبش على كتفك بيقلك يوار أوكي أنا معك ماشي حالو بيمشي معك وبيمشي معك وبيوصلك إذا أنت فعلاً مركز وثابت أخذ قرار وماشي ضروري توصل اليوم معك لبكرة الظهر جميع الأحوال اليوم نهار حلو للتسليه أيضاً لتكون مع أصحابك لحتى ما تبقى لحالك لتشتغل وتحط إيدك بإيد الآخرين 21-22 و23 ديسمبر الأكثر حظاً بنتقل لابرش الدلو بالنسبة لابرش الدلو نهار بيستهل منك كل الاهتمام والوقت والتركيز والعطاء تحط تصب كل طاقاتك بهالشغل اللي عندك اليوم بهالمسئولية بهالثقة اللي عطيوك إياها لازم تبرهن وتثبت للجميع خاصة للمشككين بالجدارة اللي أنت عمدك إياها بجدارتك أنه اليوم أنت شخص كابابل شخص قادر هيدا نهار ممتاز لألك حتى ولو هيدا نهار في شوية توتر كون حذر جداً مولود إذا كنت من موليد 31 كنونة 2 يناير 1-2-3 شباط فبراير مكمل مع برش الحوت بالنسبة لألك مولود برش الحوت نهار جيد جداً لأنه هيدا نهار بيخفف عنك زعل بيخفف عنك كآبة بيخفف عنك فرقة بديش أنت مبتعد عن أشخاص فراق لأشخاص بيخفف عنك هالضغط هاي هيدا نهار إيجابي بيزقف لك بيخليك تنبسط وتفرح وتغير جو وبيعطيك إيمان بذيتك أكتر الأمر يلي بيخليك اليوم تتحرك وتتجرأ وتحقق اليوم إنجاز ولنه بسيط 13-14-15 أدار مارس الأكثر حظاً بيختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة حلوة بتقدم لك مفاجآت على أرجح مفاجآت أسارة جداً يمكن تقدم لك شهادة مثلاً لكن هيدا الشهادة رح تجي من بعد ما تدرس وتسهر الليالي لكن بالنتيجة نتيجة حلوة هي نتيجة الوصول إلى القمة بعتبرها سنة كتير حلوة كتير مميزة في التقدم ونهايتها كمان تكون أحلى أكتوبر شباط فبراير حزيران يونيو هني أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة